ليلة الثلاثين من أكتوبر عام 2021 في العاصمة الإماراتية أبو ظبي خرج البطليان بلهوفيتش إلى دفاعه الثاني عن اللقب لمواجهة الأسطورة المخضرم غلوفر تشيرا وفي الجولة الثانية حصل ما لم يكن في الحسبان وفي سن الثاني والأربعون أصبح غلوفر بطل الوزن الخفيف الثقيل وفي تلك الليلة جلب الأسد الدغستاني محمد أنكلييف انتصاره السابع على التوالي وفي دفاع غلوفر الأول عن الحزام تواجه مع أكثر مقاتل مرعب في الثلاثة والتسعون كيلوغرام الفتاك يريب روهاتشكا وبعد خمسة جولات من إحدى أعنف المواجهات في تاريخ البشرية استسلم غلوفر في آخر ثلاثين ثانية وكانت شيرا حتى تلك اللحظة منتصرا على ورقة الحكام وهنا خسر الأسطورة حزامه فتم الإعلان عن نزال العودة في حدث UFC 282 العاشر من ديسمبر ولكن قبل ثلاثة أسابيع تعرض يري لأسوأ إصابة في الكتف في تاريخ الUFC فتم شطب هذا النزال وأخلى يري حزامه بسبب هذه الإصابة المروعة فتم الإعلان عن نزال جديد بين يان بلهوفيتش والقادم من تسعة انتصارات متتالية محمد أنكلاييف وانطلق أسبوع النزال بوصول فتاة دانا وايت المدلل بادي بيمبلت إلى لاس فيغاس والذي يستعد لخوض نزاله الأصعب حتى الآن ضد المخضرم جاريد جوردون وفي حين استمتاع البطل السابق بشتاء ولاية نيفادا كان محمد يتسكع في منزل مدير أعماله علي عبد العزيز وفي صباح اليوم التالي ظهر الغائب الحاضر دارنتل الذي يستعد لخوض نزاله الأول منذ الاتحاد مع حمزة وفي معهد أداء الـ UFC تقاب ليان مع محمد ورغم الهدوء الذي عم هذا الأسبوع أشعل بادي الأجواء عندما انتقد آري الحلواني عندما استضاف دانا في برنامجه ورد عليه أريل بتصريح ناري وكان بلال محمد متواجدا في لاس فيغاس لمساندة صديقه المقرب جاريد جوردون ورغم كمية الأكل التي أكلها خلال فترة الراحة عاد بادي إلى حالة بدنية رائعة وخلف الكواليس تقابل دارنتل مع مواطنه وفي يوم الندوة الصحفية استهزأ أصغر مقاتل في تاريخ الـ UFC رؤون روزا بخصمه الأول وفي المؤتمر الصحفي سرق بادي الأجواء بجداله مع غوردون ونفى بلال هذه الإدعاءات عبر تغريدة وتم إعادة إشعال النار بين بادي والنجم الصاعد إليا توبوريا وتواجه المنافسين قبل انطلاق مرحلة تنزيل الوزن وفي صباح اليوم التالي نجح النجوم في مرحلة الميزان وفي عرض الميزان تواجه لآخر مرة ليلة العاشر من ديسمبر في التي موبيل أرينا لاس فيغاس نيفادا انطلق حدث UFC 282 آخر حدث كبير لهذا العام وفي بداية انفجارية للبطاقة التمهيدية تم إنهاء جميع النزالات حتى وصلنا إلى آخر نزال قبل انطلاق البطاقة الرئيسية وفي سن الثامن عشر مشى روساس مشيته الأولى إلى قفص اليو اف سي وهذا ما حصل عندما بدأ النزال وأثبت أنه يستحق التواجد هنا وافتتحت البطاقة الرئيسية بانتصار النجم الصاعد إيليا توبوريا على الكلب العنصري برايس ميتشيل وبعد وصول نجم ليفربول الثاني دارنتل حان وقت العودة ورغم مصارعته يوميا مع حمزة تم إسقاطه بسهولة وبعد كل محاولات درايكس لإنهاء النزال صمد دارن وقلب الموازين على درايكس وبعد تحميس المدربين خرج تل إلى الجولة الثانية بشراسة ورغم ضعفه الشديد في المصارعة عدل النتيجة بجولة مقابل جولة أما الجولة الثالثة فصحقه الجنوب أفريقي درايكس ديفلوسيز وتبين أن دارن مزق رباطه الصليبي مرة أخرى وبعد عودة بونزو نيبيو التي لا تنسى أصبحنا على موعد مع النزال الرئيس المشترك جاريد جوردون وفتى ليفربول الأول بادي كومبلت ورغم بداية بادي السريعة هدده جاريد وتبادل هذين المحاربين هجمات شرسة وأنهى جاريد الجولة الأولى فوق بادي وفي الجولة الثانية لم يتوقف جاريد عن التقدم وأذا بادي وكالجولة الأولى تبادل الهجمات وهذه المرة كان بادي هو الذي أنهى الجولة بقوة وربما تكون النتيجة جولة مقابل جولة ومنذ بداية الجولة الثالثة ضغطت جاريد على بادي وبعد أن تحكم ببادي لأربعة دقائق قلب بادي عليه الموازين وبرأي الخاص تعرض جوردون لسرقه من قبل الحكام وحان الآن الوقت أخيرا للنزال البطولي على حزام ييري بروهاتشكا سيتواجه القوة البولندية مع أسد داغستان محمد أنكلاييف ورغم خطورة يان برز فارق السرع الكبير بينه وبين محمد طوال الجولة الأولى وأكد فريق محمد أفضليته أما في الجولة الثانية فقلب يان الموازين بركلاته السفلة وأصبح الآن لكل مقاتل جولة ومنذ بداية الجولة الثالثة استهدف يان تلك الصاق ورغم ذلك بدأ محمد بزيادة نصق النزال ولكن تلك الركلات كانت مؤذية وفي نهاية الجولة أسقطه محمد وصرق هذه الجولة وكما كانت النصيحة استخدم محمد المصارعة في الجولة الرابعة والخامسة وأمام أعين جلوفر تشيرا تعادل المقاتلين وكانت هذه ثاني صرقة تحصل في هذه الليلة حتى يان بلهوفيتش كان متفاجئا اشتركوا في القناة